في ايه؟ على استغفار ايه؟ على استغفار اتكت ابتك الكلام على استغفار مهم قبل الحلقة مزاكر كويس الحمد لله بيدي الشيخ خالد بيبلغ طأم الاعداد وإحنا عاردين زي ما احنا عاردين كده قبلهم الحلقة اسمها الاستبداد الفقهي قلت يلي الاستبداد الفقهي الاستبداد الفقهي ده قضية خطيرة جدا ايه الاستبداد الفقهي ده شكري ويمكن مصطلح اول مرة السادة المشاهدين düبعضهم يسمعوا او معظمهم اول مرة يسمعوا الاستبداد الفقه ان واحد يستبد بالرأي ويقول انا ومن بعد الطفان وهو مفيش هلا كده اي حد يقول غير كده غلط اي حد يقول غير ده مصطلح موجود اه اه يقولك لا 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 مش هسمع اي حد وهو بيدي الدرس بتاعه اي حد يقولك غير اللي بقوله غلط طب ما رأيكم في هذا المصطلح اللي انا يعني سمعته كثيرا من افراد متعددة ولا يحق لأحد ان يخالف هذا الرأي كائنا من كان سمعتش امصطلح ده اه طبعا طبعا احنا فعلا احنا اخدوا بالكو احنا بنقول الفاظ الاستبداد الفقه هل الاستبداد الفقه ده احنا المخترعين ولا التراثنا الاسلامي مليان استبداد فقه انا بس عشان اقولكو في كثير جدا من الفاظ الاستبداد الفقه حصلت في التراث ما هو التراث تجد فيه كل شيء اه ما اخدوا بالكو من حاجة الغط والسمين انا اقولك انتو انتو عارفين ان التراث ده مذكور في القرآن ولا مش مذكور في القرآن يا سلام اه حلو سؤال ده هل التراث وتأكلون التراث أكلا لما فاتح الله عليك الله يكبر في سورة الفجر شيخ الدكتور أشرف جابها هوى ما شاء الله قال لك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما التراث هنا ايه ما معنى كلمة التراث التراث هي ما تركه السابقون التركة ما تركه السابقون لكن هل هو يقصد به المال لا المال جيب عديها وتحبون المال يبقى دل على ان التراث حاجة والمال حاجة يعني خد ملك من حاجة وقد يكون انتقل من الكل إلى الجزء زي اذا جاء نصر الله والفتح فشوف كلمة التراث جات في القرآن بيعيب عليهم ايه هو ده السؤال ما معنى وتأكلون التراثة انا عرص حضراتكم تقولوا لي عليها دلوقتي ايه معنى وتأكلون التراثة أكلا كله على بعضه ايوة اه بدون ايه بدون تمحيص بدون تنقيق يبقى التراث ما ينفعش يتاخد بدون تمحيص التراث حقول تاني مش معناها التركة بتاعتبويا وابوك مش كل من يتكلم يؤخذ كلمة كل ما تركه السابقون اه سواء كان ثوابا او خطأا او جنبه السواب لا يؤخذ هذا كله يسمى تراث كله تسمى تراث حتى لو جاء رأي انشاز في الفقهة او في غيره فهذا تراث كله تراث ايه انت وظيفتك ايه بقى تنتقي تنتقي تتاخد ما يناسبك وما يوافق ظروف حياتك المعيشية ايه وما يوافق وضعك وما يوافق عملك وما يوافق فكرك وما يوافق ثقافتك وما يوافق اعرافك وما يوافق امنك وسلامتك على فكرة في كل شيء يا مولانا حتى في الدراما حتى في الاعمال الفنية كل اللي يتعمل من قبل الناس بقى تنتقي في بس و Bugün يا شيخ رمضان شيخ خالد دا بيفكرني تماما ونفسي تدرس والله الرسائل اللي كانت بين الإمام مالك و الإمام الليث فيها كل اللي احنا بتقوله في الحلقة احترام وطوقير بين العلماء وين اختلفوا الإمام الليث والإمام مالك لما اختلفوا بينهم فقراء شوفوا التوقير والأدب كان بينهم والرسايد رايحة جاي الظروف الشخل بيقولها كان الإمام اللي بيّن أن ظروف أهل مصر مختلفة عن ظروف أهل مدينة وإذن اللي ما يصلح هنا لا يصلح هنا وكلام في منتهى الضبط والأدب والعلم والأدلة وهناك أيضا من الكلمات الاستبدادية في الفقه أيضا أن يقول قولاً واحداً يعني يقول الحكم وبعدين يقول لك قولاً واحداً ليس فيها قولان هذه إذا قال إنسان ليس فيها قولان فقد تربى بكثير من آيات القرآن الكريم عرض الحائط وكذا السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انفرغ من غزوة الأحزاب وكانوا منهكين من الحرب جداً وكذا وبعدين عايز يطلع قافلة روح على بني قريزة عشان يأمن جانبه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي لنا حدوكم العصر إلا في بني قريزة هم نفسهم الصحابة بقى دول اللي هم كانوا بيحربوا مع النبي اللي كانوا معه في غزوة الأحزاب اللي النبي انتقاهم وهم ماشيين في الطريق تلفوا لما جاء العصر فقالت جماعتهم منهم هو نفس النص واحد لا يصلي لنا حدوكم العصر إلا في بني قريزة قال جماعتهم منهم بل قصد النبي صلى الله عليه وسلم سرعة الانطلاق يعني يقصد إن احنا ننطلق بسرعة ونجري لكن لا يقصد أنه آخر الصلاة لأن احنا هندخل على وش المغرب بعد الغروب فينفع الكلام زيه وقال آخرون لا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن لا نصليه إلا هناك فلن نصلي إلا هناك ونلتزم بالنفس فصلى جماعة هنا وصلى جماعة هناك فلما جاءوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه ما قال لم يعنف واحدا منهم أو لم يعاقب أحدا منهم وإنما أقر الأمرين فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين إنما هو دليل على وجود الاختلاف والله سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن بيّن ذلك وَلَا يَزَلُونَ مُخْالِفِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَلُونَ لم يقل مخالفين أن المخالف هو الذي يصد المخالف هو الذي يقول لك قولا واحدا ولا يأخذ قول آخر هذا مخالف هذا مخالف وليس بالصواب إنما صحيح قاله وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ أي متنوعين في الفكر متنوعين في الرأي يعني أنا أقول تنوعين في الفرأي في نقطة عميقة جدا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد الإنسان بيتكلم أنا أقصد لو قلت الواحد إفن الباب أكيد أصدي حاجة واحدة أكيد أصدي حاجة لكن الرسول لم يفصح أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف هو بيقول إيه بالزبط هو يقصد كان يقصد الإسراع ولا كان يقصد الالتزام الأمرين معنا لا هو عنده حاجة بس لم يفصح لتعليم الأمة قبول الاختلاف والرأي والنظر إلى ما وراء النص هو المقصد عشان يعلم الأمة أن يدره إلى المقصد دكتور أشرف لغة عربية ويعلم أن النص والدكتور أني فيه لغة انجليزية لا ده علوم يا مولان ده علوم برضو الدكتور أشرف يعلم أنه النص تقال بطريقة من حيث اللغة لا تفيده إلا الحصر إيه إزاي لا ينصلي لا ده علم الأمة المقصد اسمعني يا دكتور أشرف من باب اللغة لا ين إلا نفي والاستسناء يفيد إيه حبيبي يفيد القصر والحصر ومع ذلك لا يوصل لحظة واحدة في حال إيه سلامة العوامل يعني لو وصلتم نحن بنتكلم من حيث لأ لا أستلم لأنا موفق على كلام شهر رمضاني لأنا موفق على كلام أستلم وانا موفق على ده من حيث اللغة من حيث اللغة تمام لما نقول إيه لا إلهة إلا الله ده الحصر والقص خلينا مع بعض شوي لا تصلي إلا في بني قريزة لا يفيده إلا معنى واحدة اللي هو الحصر والقص ما تصليش الله هناك لا وسوى مع ذلك رساله السلام أما قالش كده للصحابة قرر الاثنين أقرر الاثنين دون أن يفصح مؤلهمش على العموم أنتوا الاثنين صح ولكن كان الأولى وهو فيه في مواقف أخرى جنبين إحنا موفقين يا دكتورة أنا موفق أنا كل ده إحنا موفقين عليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة دامغة على إن الفريقين صح ويفتح الدامغة تمام كده أنا بقول الجملة دية على ميزان اللغة ومع ذلك منهم من نظر إلى المقصد تفيد الحصر والقصر أنا بس فضل المعولي أنا مشكلتي أنا أخذ بالحضرتك من أين ينشأ الاستبداد من تصور الحصر والقصر اللي أنت بتقول عنه ده يعني الشيخ رمضان دلوقتي أنا بتكلز يعني كده الشيخ رمضان دلوقتي مستبد دلوقتي أنا أسنع بس مستبد دلوقتي حشان أنا رجعت لبتاع اللغة وهو اللي قال الحصر والقصر حشان حشان هو أنا بس بقول اسلوب الحصر والقصر ده الذي تشبعت به عقول بعض الفقهاء هو اللي حطنا في أزمة فضل لأنه لم يتصور ما يزيد على ذلك في أي شيء قاله النبي هو النبي قال كده ما ينفعش حاجة غير كده عليه الصلاة والسلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الدكتورة نيفين يفتح الباب يفتح الباب يا جماعة إذا سلمت العوامل بمعنى لو واحد أصيب بمرض ولم يذهب معهم إلى بني قريزة حياء صلاته باطلة لما يصنف بيته بقى يبقى كده صلاته في بيته باطلة وعصر لأن النبي قال لا يصليان أحدكم العصر إلا في بني قريزة على كده بقى الصحابة اللي مرحوش الغزوة وكانوا مع النبي بيصنوا مع جماعة العصر في المدينة المنورة صلاتهم لا سامح الله تكون باطلة هذا سؤال لا أنت دخل كده في الضرورات الضروريات عظيم إحنا كلنا يعلم كلنا يعلم إن الضروريات حتى في العقيدة إلا من أكرها وصلت منه مطمئن بالإيمان إحنا بنتكلم في الأحكام الطبيعية لا هذا شخالك